موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد أخواني المشاهدين لا يزال حديثنا متصلاً حول بعض الحقوق التي قررها رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده وتكلمنا في الحلقة الماضية عن حق الله على عباده وعن حق النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين اليوم نتكلم عن أعظم تلكم الحقوق بعد حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم إنه الحق الثالث وهو حقوق الوالدين فلا ينكر أحد فضل الوالدين على أولادهما فالوالدان سبب وجود الولد وله عليهم حق كبير فقد ربياه صغيراً وتعب من أجل راحته وسهر من أجل منامه تحملك أمك في بطنها وتعيش على حساب غذائها وصحتها مدة تسعة أشهر كما أشار الله إلى ذلك بقوله حملت أمه وهناً على وهن ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة سنتين مع التعب والعناء والصعوبة قال تعالى ووصينا لإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر الأب كذلك يسعى لعيشك وقوتك من حين كونك صغيراً حتى تقوم بنفسك ويسعى في تربيتك وتوجيهك وأنت لا تملك لنفسك ضراً ولا نفعاً ولذلك أمر الله الولد بوالديه إحساناً وشكراً قال تعالى ووصينا لإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك لي المصير وقال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً والإحسان للوالدين يعم كل إحسان قولي أو فعلي مما هو إحسان إليهما يقول ابن كثير رحمه الله فلا تقل لهما أفن أي لا تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولا التأفف كلمة أف وهذا أدنى مراتب القول السيء ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال وقل لهما قولاً كريماً أي ليناً حسناً طيباً بأدب وتوقير وتعظيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما بفعلك جاء عن عروة أنه قال لا تمتنع من شيء أحباه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيراً أي في كبرهما وعند وفاتهما فحق الوالدين عليك أن تبرهما وذلك بالإحسان إليهما قولاً وفعلاً بالمال والبدن تمتثل أمرهما في غير معصية الله وفي غير ما فيه ضرر عليك ترين لهما بالقول وتبسط لهم الوجه وتقوم بخدمتهما على الوجه اللائق بهما ولا تتضجر منهما عند الكبر والمرض والضعف ولا تستثقل ذلك منهما فإنك في يوم من الأيام ستكون بمنزلتهما سوف تكون أباً كما كان أبوين وسوف تبلغ الكبر عند أولادك إن قدر لك طول العمر كما بلغاه عندك وسوف تحتاج إلى بر أولادك كما احتاج إلى برك فإن كنت قد قمت ببرهما فأبشر بالأجر الجزيل والمجازات بالمثل فمن بر والديه بره أولاده ومن عق والديه عق به أولاده والجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان رب العالمين سبحانه وتعالى جعل مرتبة حق الوالدين مرتبة كبيرة وعالية جعل حقهما بعد حقه المتضمن للأمر بعبادته وحق النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال تعالى أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وهذا يدل على أهمية حق الوالدين الذي أضاعه كثير من الناس فصاروا إلى العقوق والقطيعة فترى الواحد منهم لا يرى لأبيه ولا لأمه حقا وربما احتقرهما وازدراهما وترفع عليهما وسيلقى مثل هذا الجزاء في العاجل أو الآجل بر الوالدين كما ذكرت هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وأفضلها بعد الصلاة فلما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله وفي رواية أفضل قال الصلاة على وقتها قال ثم يقلت بر الوالدين فإذا علمنا أن حق الأب وحق الأم عظيم لهذه الدرجة أنه بعد الصلاة المكتوبة قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نسعى إلى أدائه وأن لا نفرط فيه ومن عظيم حق الأب والأم أن جعل الله رضاه على العبد برضاهما وغضب الرب على العبد بغضبهما عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وبر الوالدين أخواني المشاهدين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار عن معاوية ابن جاهم عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قلت نعم قال الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما رواه الطبران وإسناده جيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما أو كليهما ثم لم يدخذ الجنة ومهما أحسنت إلى والديك فلن تجزيهما حقهما حقهما عليك عظيم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد لا يجزي ولد والدا لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يعني تشوف عبد أيام العبودية زمن الجهاد سبيل الله يام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراه قد مسكه العدو وأسروه واستعبدوه فتأخذه وتشتري ثم تعتقه كما أن بر الوالدين لا ينتهي بموتهما حتى بعد وفاتهم في بر الوالدين فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما إذن إخوان المشاهدين بر الوالدين أبوابه مفتوحة وعباده سهلة وحق من حقوق الخلق على العباد على الخلق جعلها الله سبحانه وتعالى وأنت لو كان عليك أو يعني قد فعل لك أحدهم جميلا وقدم لك معروفا فإنك ستسعى إلى رد هذا المعروف بمعروف فكيف بأمك وبأبيك ولهما من الجمائل عليك ومن المعروف ما لا يعد لا يحصى من يوم ما أنت في بطن أمك فهل يليق بك أن تكافئ الأب والأم في كبر سنهما بإهمالهما أو بتقديم زوجتك عليهما أو بأخذهما إلى بيت معزول أو إلى دور العجزة لأجل التخلص من حقوقهما فهذا لا يليق لا يليق بالعاقل فضلا عن أن يليق بمسلم قد بيّن الله له هذا الحق وأمروا به أخواني المشاهدين ومن الحقوق التي قررتها الشريعة على العباد هو الحق الرابع حق الأولاد مدام تكلمنا عن حق الوالدين نتكلم عن الأولاد والأولاد كلمة تشمل للبنين والبنات وحقوقهم كثيرة ومن أهمها التربية وهي تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يقولها للتفسير في هذه الآية ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم منهم تحت ولايته وتصرفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فالأولاد أمان في عنق الوالدين وهما مسؤولان عنهم يوم القيامة وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الإنسان إذا مات انقطع عنه عمله ويوضع في قبره ويحتاج في تلكم الحال إلى من يمده بشيء من الخير بشيء من الحسنات قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وهذا من رحمة الله عز وجل بنا صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الجارية أجرى ماء للسبيل بنى مسجدا أوقف مصحفا أو علم ينتفع به ألف مؤلفا سواء كانت في أمور الدين والدنيا قال أو ولد صالح يدعو له فدعاء الولد لوالديه ينفعهما بعد موتهما لذلك جاء في بعض الآثار يقول الرجل يوم القيامة يقول يا رب أنى لهذه المكان في الجنة فيقال بدعاء ولدك لك فهذا من ثمرة تأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه حتى بعد الممات و لقد استهان كثير من الآباء و الأمهات بهذا الحق فأضاعوا حق أولادهم و نسوه كأنه لا مسؤولية عليهم لا يسألون أين يذهبون و لا متى يأتون و لا من يصاحبون و لا يوجهونهم إلى الخير و لا ينبهونهم عن الشر و من العجب أن هؤلاء تراهم يحرصون كل الحرص على أموالهم بحفظها و تنميتها و السهر على ما يصلحها مع أنهم يعني ينمون هذا المال و يصلحونه لغيرهم غالبا أما الأولاد فليسوا منهم في شيء مع أن المحافظة عليهم أولى و أنفع في الدنيا و الآخرة كما أن الوالد يجب عليه تغذية جسم الولد بالطعام و الشراب و كسوة بنيه باللباس كذلك يجب عليه أن يغذي قلبه بالعلم و الإيمان و يكسو روحه بلباس التقوى فذلك خير و من القيم التي حث الإسلام على غرسها في الأبناء العبادة و التنافس في أدائها و من أولى العبادات التي يغرس حبها في الإبن عبادة الصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم يرشد الآباء فيقول لهم مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين و ضربوهم عليه و هم أبناء عشر سنين فيتعود الإبن على أدائها و هو صغير فلا تشق عليه و هو كبير و من العبادات التي تغرس في الأولاد الصيام فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا عن عاشراء تقول كنا بعد نصوم يوم عاشراء و نصوم صبيانا صغر نذهب به من المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكأ أحدهم أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار كذلك على الوالدين أن يغرس في أولادهما الأخلاق الحميدة و الأداب الطيبة و طريقة التعامل مع النفس و مع الآخرين على اختلاف درجاتهم و قربهم منه سابقا كنا نرى بعض شوابنا الكبار إذا ذهب إلى دعوة إلى عزومة يأخذ معه بناء الصغر ما السبب في هذا يعلمهم طريقة التعامل مع الآخرين يعلمهم احترام الكبير يعلمهم العادات و التقاليد ما يسمى اليوم بالسنع و طريقة تعامل مع الناس هذا لن يأخذه الإنسان إلا إذا غرسته فيه و أفضل فترة لغرس هذه الأمور هي فترة الصغر و لذلك يقال في الأمثال التعليم في الصغر كالنقش على الحجر اليوم للأسف بعض الآباء إذا ذهب إلى وليمة فإذا أراد ابنه أن يذهب معه يقول لا اذهب لعب و هذا ليس بصواب بل خذ ابنك معك و علمه طريقة التعامل مع الناس و علمهم طريقة العادات و التقاليد فهذا له أثره في تنشئة الولد تنشئة طيبة في المستقبل و من حقوق الأولاد أن ينفق عليهم الأب المعروف من غير إسراف و لا تقصير لأن ذلك من واجب أولاده عليه و من شكر نعمة الله عليه بما أعطاه من المال و كيف يمنعهم المال في حياته و يبخل عليهم به ليجمعه لهم فيأخذونه قهرا بعد وفاته حتى لو بخل عليهم يعني بما يحب فلهم أن يأخذوا من هذا المال إذا بخل عليهم و لم يعطيهم نصيبهم فيأخذون منه بالمعروف كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم و من حقوق الأولاد أن لا يفضل أحدا منهم على الآخر في العطايا و الهبات فلا يعطي بعض أولاده شيئا و يحرم الآخر فإن ذلك من الجور و الظلم و الله لا يحب الظالمين هذا الأمر يؤدي لتنفير المحرومين و حدوث العداوة بينهم و بين من وهبهم هذه الهدية و هذه العطية و ربما تكون العداوة يعني بين المحرومين و بين آبائهم و بعض الناس يعني يمتاز أحد أبناءه عن الآخرين بالبر و العطف على والديه فيخصه والده بالهبة و العطية من أجل ممتاز به من البر و لكن هذا غير مبرر للتخصيص و التمييز فالتميز بالعطية أو التمييز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره لأن أجر بره على الله سبحانه وتعالى و تمييز البار بالعطية يوجب له أن يعجب ببره و يرى له فضلا و أن ينفر الآخرين و يستمر في عقوقهم و في التقصير في حق والديهم و في الصحيحين صحيح البخاري و مسلم عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد وهبه غلاما فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فأرجعه و في رواية قال اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم و في لفظ قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور فسمى النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الأولاد على بعض جورا و الجور ظلم و حرام لكن لو أعطى بعضهم أعطى بعض الأولاد شيئا يحتاجونه و الثاني لا يحتاجه مثل أن يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات دراسية أو إلى علاج أو زواج فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه لأن هذا التخصيص من أجل الحاجة فيكون كالنفقة و متى قام الوالد بما يجب عليه للولد من التربية و النفقة فإنه حري أن يوفق الولد للقيام ببر والده و مراعاة الحقوق و متى ما فرق الوالد بما يجب عليه من ذلك و فرط كان جديرا بالعقوبة بأن ينكر الولد حقه و يبتلي بعقوقه جزاء و وفاقا و كما تدين تدان أخوان المشاهدي و من الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية حقوق الأقارب فذي الأقارب الذين يتصلون بك في القرابة كالأخي و العم و الخال و أولادهم و كل من ينتمي إليك بصلة فله حق في هذه القرابة بحسب قربه قال تعالى و آت ذا القربة حقه و قال تعالى و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا و بذي القربة فيجب على كل قريب أن يصل قريبه بالمعروف ببذل الجاه و النفع البدني و النفع المال بحسب ما تتطلبه قوة القرابة و الحاجة و هذا ما يقتضيه الشرع و العقل و الفطرة و قد رغبت و كثرت النصوص في الحث على صلة الرحم القريب و الترغيب في ذلك فمن ذلك ما جاء عن نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله نعم أما ترضين أن أصل من وصلك و أقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك و قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا و إن شئتم فالعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم و قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليصل رحمه و كثير من الناس يضيع هذا الحق و يفرط فيه تجد الواحد منهم لا يعرف قرابته بصلة و لا بالمال و لا بالجاه و لا بالسؤال و الخلق تنظي الأيام و الشهور ما رأاهم و لا قام بزيارتهم و لا تودد إليهم بهدية و لا دفع عنهم ضرورة أو حاجة بل ربما أساء إليهم بالقول أو الفعل أو بالقول والفعل جميعا يوصله إليهم و هذا ليس بصواب بل عليك أخي المسلم أن تصل قرابة قدر استطاع و لو قطعوك فلو قطعوك فصلهم فمن الناس من يصل أقاربه إن وصلوه و يقطعهم إذا قطعوه و ليس هذا بالواصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا مكافئ و قطيعة الرحم إثمها عظيم إخواني المشاهدين ذكرنا حق الوالدين و حق الأبناء و حق الأقارب فهذه حقوق قرتها الفطرة و دعت لها الشريعة فلأجل أن تستمر حياتنا طيبة فعلينا أن نحافظ عليها فإن فيها من المصالح الشيء الكثير و افقني الله و إياكم لكل خير فإن فيها من المصالح الشيء الكثير فإن فيها من المصالح الشيء الكثير ثقافي لك فإن فيها من المصالح الشيء الكثير